خطوة طائفية جديدة ومستفزة للمجتمع اليمني اقدمت عليها سلطات الميليشية الانقلابية الموالية لايران بتعيين مفتيا جديدا للمحافظات اليمنية التي لا تزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين خلفا للقاضي محمد بن اسماعيل العمراني مفتية ديار اليمنية ما يسمى بمجلس الحوثيين وصالح السياسي اصدر الاثنين قرارا بتعيين هيئة جديدة للإفتاء الشرعي في اليمن ونص على تعيين شمس الدين محمد شرف الدين رئيسا ومفتيا للديار اليمنية وهو احد الشخصيات الطائفية المثيرة للجدل وخمسة اعضاء جميعهم ينتمون للسلالة الحوثية الطائفية التي تعتبرها ايران اداتها لتصدير الثورة الخمينية في اليمن وفي وقت سابق قام بعدة زيارات للحوزات الايرانية في قم كان اخرها زيارته في يونيو من العام الماضي التقى خلالها مع عدد من المرجعيات الايرانية الشيعية المتطرفة يعتبر شمس الدين محمد شرف الدين من الشخصيات الاكثر تحريضا في الحرب السلالية على اليمنيين ويعتبر الحرب فرصة السلالة لاعادة الامامة ودائما ما يكرس جهوده في الندوات والمنابر والقنوات التلفزيونية الموالية لايران للتحريض غالبا على المحافظات التي تقاوم الحوثيين الحكومة الشرعية استنكرت بشدة الاعلان الصادر عن وكلاء ايران بتعيين مفتيا جديدا وفقا لابعاد طائفية تهدف لتكريس الفكر الطائفي المستورد ايرانيا في اليمن واعتبر وزير الاوقاف والارشاد في الحكومة اليمنية ما صدر عن سلطة الانقلابيين المعزولة في صنعاء خطوة غير دستورية وتضاف الى سجل الانقلاب على الدولة والسلطة الشرعية الخطوة الطائفية بتعيين شخصية سلالية في رئاسة الافتاء تعزز من ان انقلاب الحوثيين المدعوم من ايران ليس انقلابا على السلطة وحسب وانما محاولة للانقلاب على عقيدة المجتمع اليمني الرافضة بطبيعتها للفكر الطائفي الايراني يصعى الحوثيون من خلال هذا التعيين لاستكمال مصادرة المجال الديني بعد سيطرتهم على المساجد والخطاب الديني وذلك لرفض وتبرير ما يقومون به من اعمال وانتهاكات ضد خصومهم باعتبار ذلك دينا وعقيدة